موسيقى أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية والبداية مع برازيل العنوي انطلاق برنامج بناء القدرات للذكاء الاصطناعي لطلبة مدارس محافظة بفار موسيقى ادراج موقع دير القديس هيلاريون في غزة بفلسطين على قائمة التراث العالمي المهدد بالخضر موسيقى مدينة أم الجمال الأثرية في محافظة المفرق بالأردن تدرج ضمن قائمة التراث العالمي موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة لبناء جيل متخصص في تقنيات ثورة الصناعية الرابعة انطلق بمركز الابتكار والروبوت العلمي بولاية الصلالة برنامج بناء القدرات بالذكاء الاصطناعي لطلبة مدارس محافظة بفار والذي يهدف إلى أكسابهم معارفة تطبيقية حول الروبوتات والطائرات بلا طيار والمدن الذكية أربعة مسارات يمر بها مائة وعشرون من طلبة مدارس محافظة ضفار خلال البرنامج العلمي بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي حيث ينطلق البرنامج بتعليم الطلبة مفاهيم البرمجة ثم التصميم فهندسة المشروع ثم التعلم الآلي يتكون البرنامج من أربع مسارات هادفة المسار المهندسين الصغار والمسار للأتمة الذكية ومسار التعلم الآلي لمدن الذكية بالإضافة إلى ريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي مما يسمح تلك المسارات بتدرق المعرفة لدى الطلاب بما يتناسب مع عمارهم وكذلك لتأهلهم في مجال صناعة الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال تنفيذ تطبيقات عملية من خلال الروبوتات والطائرات بالطيار والمشاريع الرؤية الحاسوبية للمدن الذكية وريادة الأعمال في مجال صناعة الذكاء الاصطناعي ويتوسع البرنامج العلمي في مركز الابتكار والريبوت العلمي ليشمل تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل الفعال وحل المشكلات الفنية والتفكير الناقضة لتطوير مشاريعهما مسار التعلم الآلي والمدن الذكية مسار هادف نابع من رؤية عمان 2040 وتعلمت من هذا البرنامج التعلم الآلي باستخدام موقع روبو فلو وتحميله على لوحة رازبري باي ولبناء مشاريع تخدم المدن الذكية هذا البرنامج السيفي برنامج مفيد جدا خاصة المسار الأتمة فتعلمت منه الكثير فتعلمنا كيفية برمجة الدرون وروبوت الـ EV3 وأيضا أساسيات المكانيكا وذلك يساعدنا على التعامل مع عالم الذكاء الاصطناعي في المستقبل تعلمت من المسار المهندسين الصغار كيفية صنع روبوتات بالليغو وتعلمت على الروبوت الماتاتالاب وأيضا تريحة المايكروبيت وفي مرحلته الأخيرة يهدف برنامج بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تأهيل الطلبة لريادة الأعمال في مجال التقنيات الحديثة ورفع وعي المبتكرين منهم في كيفية تسجيل الملكيات الفكرية لاختراعتهما حسين بن مسلم جعبوب ولاية صلالة محافظة الضفار اعتمدت لجنة التراث العالمي لليونسكو الموقع الأثري دير القديس هيلاريون في فلسطين المحتلة على لايحة التراث العالمي المهدد بالخطر ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها باعتماد الموقع خلال الدورة السادسة والأربعين الموسعة للجنة المنعقدة في نيو ديلهي خلال الاجتماع الخاص باتفاقية التراث العالمي وحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح اتفاقية لاهاي وضمن الالتزام باتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي وتقع أطلال دير القديس هيلاريون في بلدة النصيرات على بعد حوالي عشرة كيلومترات جنوب مدينة غزة وأضافت في بيانها أن للموقع أهميته التاريخية والدينية والمعمارية والثقافية خلال القرن الرابع الميلادي في بداية الفدرة البيزنطية في فلسطين وتواصل لجنة التراث العالمي اجتماعاتها التي تستمر حتى الحادي والثلاثين من يوليو الجاري في الهند كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة لينسكو إدراج مدينة أم لجمال اللاثرية في محافظة المفرق بالأردن ضمن قائمة التراث العالمي لتنضم أم لجمال إلى ستة مواقع أردنية مدرجة في قائمة لينسكو للتراث العالمي وهي البترة وقصير عمرة وأم الرصاص ووادي رم والمغدس والسلط وتبعد مدينة أم لجمال ستة وثمانين كيلومترا عن العاصمة عمان وتقع إلى الشرق من صحراء محافظة المفرق قرب الحدود السورية بمساحة إجمالية تصل إلى نحو خمسة كيلومترة مربعة وتتسم المدينة التاريخية بأحجارها البازلتية السوداء التي يعود تاريخها إلى العصر النبطير قني البيزنطي حيث تعد من أقدم المواقع التاريخية في الأردن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لينسكو تعلن عن إدراج تلال الدفن الملكية في مدينة تشاريديو الإندية موقعا جديدا للتراث العالمي مزيد من التفاصيل نتابعها وياكم بعد قليل اشتركوا في القناة 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 تتمسكوا في القناة اشتركوا في القناة محمد بن سعد العلوي محافظة الظاهرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة